أرسل الله عز وجل نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام لهداية البشرية وأنزل عليه شريعته الغراء لتنظيم شؤون الناس ومعاملاتهم ومنها المعاملات المالية ونظراً لاعتماد معظم الناس على التمويل العقاري للحصول على المساكن فقد أدرك بنك البلاد الحاجة الملحة للبدء بمشروع الدليل الشرعي للتمويل العقاري ضمن سلسلة مطبوعات قطاع الشرعية تدور مسائل الدليل حول صيغتين اثنتين من صيغ التمويل العقاري هما الأكثر انتشاراً وتطبيقاً لدى المؤسسات التمويلية حالياً الأولى هي صيغة المرابحة للآمر بالشراء أو تسمى البيع بالتقصيد والثانية هي صيغة الإجارة التمويلية صدر الكتاب في خمسة وخمسين مسألة من المسائل التي يكثر السؤال عنها وتحتاج إلى إجابة واضحة تصل إلى كل من يبحث عنها اجتملت تلك المسائل على توضيح للسؤال ثم بيان الحكم الشرعي المتعلق به بعبارات واضحة ومختصرة مع إيراد التعريفات والتنبيهات عند الحاجة إلى ذلك وقد روعي في الصياغة استعمال المصطلحات الشرعية في السوق العقارية وتجنب المناقشات العلمية التفصيلية أنجزت أمانة الهيئة الشرعية هذا الدليل خلال ثمانية أشهر عبر خطوات عديدة أهمها أولاً جمع أهم مسائل التمويل العقاري في بنك البلاد من سجلات إدارة أمانة الهيئة الشرعية وإدارة الرقابة الشرعية ومنها خمسون حالة علمية حظيت بدراسة معمقة تضمنت التواصل المباشرة مع العملاء وملاك العقاري والمكاتب العقارية للوصول إلى الحكم الشرعي ثانياً جمع ما صدر عن الهيئة الشرعية لبنك البلاد بشأن هذه المسائل وإعداد منهجية عرض المسائل والأحكام واستكتاب مختصين شرعيين في التمويل العقاري لصياغة مسودة الدليل ثالثاً عقد حلقة نقاش لتقويم مسودة الدليل بحضور شرعيين وعقاريين ومصرفيين ممثلين لعدد من الجامعات والمكاتب العقارية والمصارف رابعاً عرض المسودة النهائية للدليل على الهيئة الشرعية لبنك البلاد وقد أجرت الهيئة تعديلات ثم أصدرت قراراً بالموافقة على الدليل الشرعي للتمويل العقاري مع التوصية بطباعته وتوزيعه تسعى أمانة الهيئة الشرعية إلى نشر الكتاب ورقياً وإلكترونياً على موقع بنك البلاد بالإضافة إلى إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو التوضيحية ذات مستوى عال من الاحترافية بغرض تحويل الدليل من مادة مقروئة مطبوعة إلى مادة مرئية مسموعة لزيادة الوعي بهذا النوع من المعاملات المالية استشعاراً لأهمية ذلك من جانب الهيئة الشرعية في بنك البلاد